أبرز ولايات النمسا ترفض فرض ضريبة على الشواغر العقارية الموضوع ده ويمكن فيه اقتراح أن يتم فرض ضرائب على العقارات الخالية من السكن عشان يكون هناك حل لموضوع تزايد السكن وده يمكن كان اقتراح من حزب الخضر عشان هم خايفين على المساحة الخضراء من النمسا ومكافحة المباني الجديدة وهكذا يمكن المقاطعتين الوحيدين اللي هم مرحبين فيه النمسا السفلة والنمسا العليا مش مرحبين قصدي ولا فينها مازالت مترددة رئيس كتلة البرلمانية الحزب الشعب في النمسا السفلة قال نحن عمونا هم مشككين في موضوع الضرائب دي فاعتقادك هل ده ممكن يكون حل من الحلول لحل أزمة الإسكان في النمسا بشكل عام وفينا بشكل خاص؟ يعني سازم دوح مع الأسف الشديد طبعا هذا القرار تم التصويت عليه في البرلمان واعتمدة يعني تقريبا بشبه أغلبية أو يعني تجاوز الثلاثين ولكن النمسا السفلة والعليا وفينا تقريبا رفضوا سالسبورغ فورد بيرشتارماك أدخلوها بأشكال مختلفة تيرول تفكر حاليا بتجديد هذه الضريبة بوركنا دوكيرنتن وفينا لا تزال غير حاسة مشان وقفها يعني هذا الخبر أو هذا القانون لماذا تم المنادات إليه من أجل من أجل التخفيف من حدة نقص المساكن التخفيف من حالات الاحتيال التي يقومون بها السماسرة وخاصة العرب منهم مع الأسف في الأخبار التي نولناها سابقا ويحتالون على من يريد سكن بسبب قلة هذه المساكن كانت الضريبة تقول أن كل سكن مغلق لا يؤجر على صاحبي أن يدفع عليه ضريبة حتى ولو غير مؤجر فبالتالي هذا الشيء سيدفعه لأن يؤجره أو سيخفض من قيمة إيجاره وهذا سيؤدي إلى تأجيره وبالتالي سيستفيد وتحل الأزمة ولكن كل النمسا ترضى طب أنا وين التصويت البرلماني وين الكذا أوكي فيه هنا فيه هنا لا مركزية وكل ولاية هي حرة بطريقة التنفيذ ولكن بصراحة هذا القانون أثبت فشل المنظومة الديمقراطية والتي تحاول أحيانا حل بعض المشاكل كل مقاطعة كل مقاطعة يسيطر عليها الاس بي او وحزب الشعب رفضت أو لم تتعامل مع الأمر القرارات اللي زديب تصطدم مع المجالس المحلية المصغرة الخاصة بكل مقاطعة والخاصة بكل الجمعين نعم ليست مجدية دائما نعم ليست مجدية دائما صحيح صحيح نعم اشتركوا في القناة